متابعيني جميعاً على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة النهاردة هتكلم عن Flux Point 1 البعض هيقول انتي تكلمتي عن Flux Point 1 من قبل ديفو شنال النهاردة هتكلم بشكل مفصل أكتر من خلال الموقع اللي قام بتدريب هذا الموضل وهو Black Forest Labs وهنعرف الفرق ما بينهم إيه ومما لا شك فيه ان Flux Point 1 أثبت كفاءة عالية جداً في مجال تصميم وإنشاء صور بالذكاء الاصطناعي أو الرسم بالذكاء الاصطناعي وكان فيه أكتر من موضل اتكلمنا عنهم على القناة ولكن يا ترى إيه الفرق ما بين كل موضل ووصل لفين دلوقتي ده اللي حنعرفه النهاردة من خلال الموقع اللي حطولك في الرابط في الوصفة أسفل الفيديو هو Black Forest Labs اللي قام بتدريب هذا الموضل اللي بعتبره من أقوى الموضلز في هذه العملية تعالوا نبصوا مع بعض كده على Flux Point 1 وندوس على Get Flux ونشوف الأنواع المختلفة ل Flux Point 1 Flux Point 1 في ثلاث أنواع النوع الأول وهو Flux Point 1 Pro واللي أي حد مننا يقدر يستخدمه على جهازه مهما كانت إمكانياته يعني هنا لا يشترط أن تكون إمكانيات جهازك لها مواصفات معينة لأنه بمنطقة البساطة أنت بتستخدمه من خلال ABI أو من خلال الويب فبالتالي ما فيش أي مشكلة من ده وهنا بيقولك أن أنت تقدر تستخدم Flux Point 1 Pro على كذا موقع وحنجرم مع بعض إحدى هذه المواقع وعندي أيضا Flux Point 1 Dev وFlux Point 1 Dev هو من أفضل الموضل يعني في الثلاثة دول يعتبر من أفضل وأحسن الأنواع اللي أنت ممكن تستخدمها أو الموضل اللي أنت ممكن تستخدمها وهو يديك تفاصيل عالية جدا 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 وهو يعتبر يعني Heavyweight شواء يعتبر قيم جدا ويبيديك تفاصيل عالية ولما تجربه هتحس بالفرق وإحنا جربناه في أيضا فيديوهات سابقة لو تفتكروا عندنا على القناة وده ممكن أنت تجربه من خلال جيت هاب وإحنا فعلا جربناه أعتقد من خلال جيت هاب وريبليكيت وبعض المواقع الأخرى بالنسبة لي Flux Point 1 Schnell وFlux Point 1 Schnell هو يعتبر الفاستست موضل أو الأسرع الموضل الأسرع أخف من Flux Point 1 Dev مش بنفس الكفاءة ولكنه جيد أيضا وممكن تجربه أيضا على بعض هذه المواقع نسبة لي Flux Point 1 Dev وFlux Point 1 Schnell تقدر أن أنت تجربه ما عندك على الجهاز وتعمل Download ولكن لو أنت الجهاز بتاعك إمكانياته مش عالية وأنا أفضل أنت تجرب وتستخدم Flux Point 1 Pro ممتاز أيضا لو أنت استخدمته على الويب طبعا دي حاجة راجع لك حتى دي أجرب أول حاجة معيك ودلوقتي وهو Flux Point 1 Pro هجربه هنا على موقع Thel.ai لأن موقع ريبليكيت للأسف لازم هتعمل Sign In بالجيت هاب ولكن أكاونت ولكن هنا هيطلب منك أن أنت تحط وأن أنت تدفع علشان تستخدمه فحتى الآن موقع Flux.ai فتحه بشكل مجاني كل اللي عليك أن أنت هتعمل Sign In بالأكاونت بتاعك على جيت هاب وتبتدي أن أنت تجرب الموضل الجديد هخش على الموقع وأنا عمل Sign In بالأكاونت بتاعي على جيت هاب وهنا ابتديت أحط الأمر اللي أنا هستخدمه كنت مجهزة من قبل ولكن طبعا الموضل ده ممتاز جدا جدا وحتحس كلما حطيت تفاصيل حيفهم كل التفاصيل اللي أنت هتقضتها في البرومت فاخد بالك يعني حط برحتك جدا كل التفاصيل اللي أنت عايزها هنا بالنسبة للAdditional Setting لو دوسنا عليها وطبعا دي مهمة علشان تحدد Image Size الحجم الخاص بالصورة بتاعتك أنا هخليها Land Escape 16-9 وNumber of Interference Steps هنا المقصود بيها المقصود بيها الخطوات اللي حيستخدمها الموضل ده في إنشاء الصورة وطبعا كلما زودت الخطوات كلما كان ده أفضل ولكن ما زودش الخطوات قوي علشان ما يحصلش تأثير على الصورة تلاقي الصورة طلعت بشكل داني خاصص مختلف هو يفضل أن أنت لو بالكتير قوي 28 أو 30 أنا حاسبها 28 زي ما هي لو عندك صورة عايزها تبقى مشابهة للصورة اللي أنت عايز تنتجها زي ما اتفقنا وكلمنا من قبل أن كل صورة لها سيد طالما هي منشأة بموقع بالذكاء الاصطناعي لو رحت للموقع ده وعجبك صورة فيه هتلاقي لها سيد هتحط الرقم ده الـ Guidance Scale كل ما هتمشي كده أنت كده بتقوله إيه بتقوله التزم بتزود التزم بالأمر كل ما هتقلل هتخليه التزامه بالأمر ضعيف أو هتخليه يبقى فيه كرياتيفتي من ناحية الموقع نفسه هنا لو رحت للنمبر هتبصت لقيه أنه حاليا هو واحد بس المتاح لك بعد كده هتبتدي أعمل Run بيقول لي أن الـ Request ده هتكلفني 0.05$ For 1$ You can run this model approximately 20 times ب1$ هنا هتبتدي أعمل Run ونشوف النتيجة هو هنا عطيني 1$ أول ما دخلت على الموقع عطيني 1$ بشكل مجاني لأن انت لك بشكل مجاني عدد معين يعني حتى الموقع دلوقتي بدأت تدرك أهمية الموضل واستخدامه زي ما إحنا شايفين دي التفاصيل الخاصة به اللي أنا قلت أبيرسون فهو عطاني واحدة ما عطانيش واحد Holding an umbrella ينزرين وزي ما إحنا شايفين التفاصيل بصراحة حلوة والتزم بالأمر اللي أنا طلبه الألوان يعني الألوان هتنطق في الصورة على حسب أنت عايز إيه بالظبط بتقدر أن أنت تقوله الحاجة اللي أنت عايزها في الوصف الخاص بالصورة أنا شوية ممكن نجرب بقى مع بعض حاجة تانية حبتدي هنا أحط أمر تاني وحبتدي إن أنا أجرب معاكم ده عبارة عن أمر هنا أنا حبتدي إن أنا أحط وصف الشخص واقف على يعني رصيف قطار مستني القطار أو القطار معادي في محطة القطار هو ده الوصف طبعا أنت ممكن تروح تجيب أي صورة كنت عملتها من قبل على إحدى المواقع ومش حاسس إنها عطتك النتيجة كويس وتبتدي إن أنت تستخدم الأمر مرة تانية وتجرب وتشوف الفرق أعمل إزاي وتستخدم الصورة اللي أنت حتلاقيها أحسن إحنا بنجرب موديلز وبنشوف الفرق ما بين كل الموديل وموديل أنا هنا وظيفتي على القناة إن أنا أوريك موديلز مختلفة لحد ما ترتاح الموديل معين وهو ده الموديل اللي أنت بتستخدمه هنا هستخدم الامج سايز هو بنفس الستبس بنفس كل حاجة عشان ما نضيعش وقت ونعمل رن ونشوف أيضا النتيجة الجديدة لهذه الصورة تم إنتاج الصورة المشهد بصراحة جميل جدا مشهد واقعي كانت حسن هو مشهد سينمائي الشخص واقف على محطة القطار مستني القطر التفاصيل ممتازة جدا حد مستني ناحية التانية بليرت طبعا يعني مش باين قوي تفاصيله ولكن الشخص الأصلي باين التفاصيل بتاعته لحد كبير هنا طبعا عشان هو واقف حطة الإضاءة بتاعتها ضعيفة شوية مش جايب لك تفاصيل على الوش ولكنه عطيك تفاصيل كبيرة للمشهد ككل ده بالنسبة للشكل اللي احنا شايفينه قدامنا وتقدر طبعا تعمل داون لود أو تعمل شير للصورة بتاعتك هنا انت ممكن بالوان دولار تعمل عشرين تايمز اللي هو عطيها لك على الموقع حتبصي تلاقيه على الوقت بيقل هنا حتبصي تلاقي الدولار بقى او بوينت ناين انت كده لك حوالي يعني ديما قلت لك انت عشرين مرة بتستخدم الوان دولار فتقدر تعمل عشرين صورة بشكل مجاني على الموقع وتجرب هو طبعا حطيط لك الكلام دا كله للتجربة يعني لكن اكيد هو مش هيدهولك فور فري على طول وكلمت في الموضوع دا من قبل عندي على القناة تعالوا هنشوف flux.1.dev وانا جربته من قبل على هاجينج فيس ولكن تعالوا نبصي تاني مع بعض على فيل هيديني ايه لو رحت على flux.1.dev هبصي هلاقي عندي حاجتين عندي text to image وعندي image to image هنجرب مع بعض text to image text to image لو انا رحت هنا حطي الامر اللي انا عايزة انا جبت الامر دا ومن موقع من الموقع اللي بتنشئ الصور بالذكاء الاصطناعي وعايز اشوف ماذا جودة الصورة اللي هتطلع بدافع عشان اقدر ان انا اقارنها فهنا هستخدم text to text وبالنسبة لي المور المتعلق بالsetting هخليها 16 لتسعة وخلي بقى كل حاجة default النمبر بتاعت الstep 28 والguidance 3.5 مدى الالتزام ممكن ازوده بس شوية لستة وبعد كده هبتدي ان انا اقول له run وعشان نشوف النتيجة وهنا بيقول الريكوست الريكوست بتاعك هيتكلف 0.025 المرة دي بير ميجا بيكسل دي الصورة اللي تم انشأها بناء على الامر اللي انا خطاه باستخدام flux point 1 def الصورة صورة enemy وبالمواصفات المفروض ان الشخص دي قعد على المكتب كأن هنا مشهد يعني واحد بيقر حاجة والتاني بيسمعوا حسب التزم الى حد كبير بالامر اللي انا عطيه له بعد كده بتبتدي ان انت اتحملها بمنتهى بساطة من هنا ده بالنسبة لي الصورة اتقرب شوية ان انا التزم بال guidance هاخلي 15 هبتدي ان انا اقول له run شوف كده النتيجة هنا الالتزم بالامر قوي التزم بالنسبة لي مثلا احسن انا مش عايزة ابين قوي الشخص اللي في الخلفية عايزة يبقى blur كده مش عايزة ابيينه عايزة يكون الفوكس على الشخص الاساسي او الرئيسي تعالوا بقى نجرب حاجة تانية وان انا ارفع image to image وابتدي ان انا احط الصورة هنا انا عايزاها url بتاعها يعني ممكن اروح احط url خاص بالصورة او ممكن انا ارفع الصورة اعمل choose وارفع الصورة بتاعتي وهنا هابتدي اقول the woman the woman wear a blue hijab and looks thinking نعمل رن ونشوف النتيجة عاملة ازاي انا هنا عملت زي image guidance رفعت الصورة وقلتلوا نفس الشخصية ذي انا عايزاها تبقى لابسة blue hijab وبين هي بتفكر في حاجة هنشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي بناء على الصورة اللي انا عطتها له image to image هو زود لي يعني ايه الازرق شوية blue hijab فعطهولي ازرق هو اريدي كان ازرق ممكن نجرب بقى white نجرب حاجة تانية يعني نشوش white كده عشان برضو نعمل run هنا دي نفس الشخصية الى حد كبير بس هنا بينها بتفكر في حاجة مش بتضحك فالصورة هنا مختلفة من ناحية المشاعر هنا كانت بتضحك هنا كانت بتفكر هنا white حجاب الصورة جودتها عالية جدا يعني زي ما احنا شايفين الناس اللي كانت بتسألني على صور سابتة ممكن تستفيد جدا بالحصول على صور سابتة حرجع تانية اقول مش بنسبة 100% ولا 95% لكن بنسبة 90% 80% ممكن نديك صورة جدا مشابهة لنفس الصورة الاصلية الصورة وقعية جدا وجودتها عالية شنال على فيل وبدل ما نروح بقى مرة تانية ونقول له يعني عايزين نجرب شنال هنا هجربه على موقع فيل على طول ونشوف الامكانيات هتكون عاملة ازاي هستخدم يمكن نفس الامر ولكن بشنال نشوف امكانياته من المفترض ان ده زي أو أسرع موضل هنا خلي 16-9 وتعالوا نبص على امكانياته ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي هل بنفس كفاءة ولا اقل شوية ده اللي احنا هنعرفه هنا الامر الخاص بالشخص اللي هو بيشتغل على مكتب ده بالنسبة للانيمي ده تجربتنا بالنسبة للانيمي مش بطالة مش عارفة كنت حاسة ان بالدف افضل تعالوا بقى نشوف صورة تانية شوف كده صورة زي ده ممكن يكون شكل عامل ازاي بصراحة ممتازة رياليستيك فوتو لومن لبسة وايت حجاب مودست كلوز لبس محتشم وقفة سعيدة وقفة في اتجاه السي ده جدا جدا النتيجة من وجهة نظري بصراحة ويه حتدي ان انا اقول داون لود ده بالنسبة لي فلاكس بوينت وان وجربنا فلاكس بوينت وان برو ودف وشنال اتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة ايه الجديد بقى واتس ناكست على بلاك فورست لابس بيقولك ان هو مستقبلا حيشتغل على الفيديو تاكست تو فيديو وبالتالي ممكن يكون منافس قوي بصورة دا اللي ان شاء الله حنشوفه قريبا بإذن الله ويه بمتابعة الانونسمنت على موقع بلاك فورست وحنشوف يا ترى حيدينا مستقبلا منتظرين الفيديو بإذن الله عشان ناطلع ان شاء الله نتكلم عنه على القناة اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة كان فيديو طويدي شوية لكن مهم من المهم نفهم الفرق ما بين الموضلز من المهم نفهم ونجرب ونطبق بشكل عملي الموضوع مش موضوع يا جماعة انشاء صورة وخلاص وفيديو وخلاص لازم تكون فاهم انت بتستخدم انه موضل لازم تكون عارف الشركة الجيدة اللي ممكن تديك موضل كويس لازم تكون عارف ان لو انت شغال على موضل من قبل الموضل ده حصل عليه ترينينج اكتر ويطلعوا بحاجة افضل واحدث ده اللي احنا المفهود نتابعه بشكل مستمر وده اللي بحاول اقدمه لكم من خلال القناة كل يوم موقع جديد زي ما بقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد ولو كنتم متابعين الاعزاء بتنساش اللايك وشير والكومنت دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته